اشتركوا في القناة 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 ليس هو بالرجل العادي بل إن طموحه واسعا بحجم الأفق وأحلامه لم تكن تعترف بسقف تقف عنده مثابرا ومبدعا ويعرف كيف يسلك طريقه نحو قمة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة لؤلؤة متميزة من عقد اللآلئ نلتقيها اليوم في برنامجنا لآلئ الاتحاد ونسلط الضوء على العمل والمثابرة والوصول إلى التمييز في العمل رجل الأعمال السيد عماد مصطفى جعفر مؤسس وصاحب شركة رؤية للدعاية والإعلان أهلا وسهلا بك مرحبا أهلا وسهلا بكم هكذا رجال الأعمال الناجحون مثل الفراشات المتحركة التي لا تتوقف عن العمل واغتنام الفرص عرفنا عن أهم المحطات العملية التي مررت بها قبل افتتاح شركة رؤية للدعاية والإعلان ممكن أنت جيت على الوجع بالضبط لأن أنا من الناس اللي الكل بيعرفي أنا ما بعرف في مكان لأنه عندي العمل هو الحياة العمل هو العبادة العمل بالنسبة لي كل شيء لم أقف حتى لو كنت موظف في وزارة التربية والتعليم وكنت مشرف وموجه على الفنون بعد الدوام لازم كنت أشتغل في مجال الفن والرسم الأنمي الفن والإعلان والرسم والأشياء بتماشي فينا أمامكم هو جزء من حياتي أنا شخصيا يعني يعني الشيء أنا بحبه والإنسان لا يحب شيء أكيد بيكون متفاعل معه وتلاحب معه أكثر من أنه دخيل عليه أو يحاول لسبب آخر إنجز العمل بإتقان بإتقان نعم يمكن أن أريد أن أحكي على شيء بسيط أنه أنا كل الناس يقولوني دائما أنه أنت تعمل أكثر من اللازم بأنه لا أنا ما بشتغل أكثر من اللازم أنا بما أنه أحب عملي فكل ما بيطلع شيء جديد كل ما بيطلع شيء حلو بحس حالي أنا ما بكبر بصغر نعم أنه عندي يعني الإحساس عندي شوي ممكن زائد في عملية في مجال الفنون في مجال التشكيل يعني يمكن ماشي بالشارع وكل بيعرفوني يلاقي خشبة في الأرض أنا بتصير انتباهي مباشرة بشيلة ممكن فورا مباشرة بدرسها في دماغي شو ممكن أعمل منها نعم يعني أي شيء فهذا العمل خلاني دائما يعني الحمد لله رب العالمين وأنا بشيء بيسمون أنا متصالح مع نفسي نعم جدا جدا متصالح مع نفسي متصالح مع أسرتي متصالح مع الناس اللي حوالي يمكن يعني السبب هو أنه حبي لهذا الشيء هذا اللي هو الفنون بشكل عام نعم فهذا السبب اللي خلاني دائما أبحث على الأفضل وخاصة ما بخبر لكن نحن يعني أنا صلي زمان في البلد الثلاثين سنة دخلت مجال التربية دخلت مجال المسرح إلي كذا مسرحية وبعثت من قبل مكتب الشارق للمسرح إلى المغرب واشتغلت في العلان المسرحي واشتغلت كسيناريو يعني سيناريو واشتغلت ديكور مسرح وبالإضافة أنه شاركت كثير من معارض الفنية ما أعرف بالآخر لما طبعا خلص الموضوع الوزارة فوجدت نفسي أنه ما بدي أكون مثل الناس اللي بيقوله دائما يعني أنه والإنسان ما بيخلص منظيفته معين ويوصل لعمر معين تقف الحياة بالعكس أنا قلت أنا مبدأي في حياتي دائما الأشجار تموت واقفة لا أقبل أن أموت إلا وأنا واقف إن شاء الله رب العالمين لأنه السبب عمل مطلوب مني عمل بحب عملي فمباشرة كان مباشر مباشر أخذنا قرار أنه أنا أبحث عن عمل هذا العمل أولا تجربتي تكون للناس الحوالي ساعد زملائي يعني فكما بيقول عملنا مباشرة فكرة وجلسنا أنت ما عدت شهر واحد مباشرة فتحت المشروع وبدأت في أقرب مشروع يعني يواكب طموحي ويواكب آمالي يجسد جميع على أحسف الفنية بزبط يجسد الفن مع العمل التجاري بنفس وقت لابد من العمل التجاري لأن المبدأ المادي لابد للإنسان مشان يعيش والحمد لله وجدت ناس كتير طيبين ووجدت الأستاذة معي كانت أستاذة نيهال وقفت معي كمان يا مهندسة وبدأنا بالعمل كما نكون شايفين والحمد لله بخير وخاصة أن هذه الدولة هذه أستاذة نحكي بصراحة الدولة يعني فيها الأريحية بالعمل فيها دعم دعم كبير كتير يعني يعني أي شيء بدك يا مؤمن متوفر يعني أنا لما أسمع حديث للشيخ محمد بن زاهد للشيخ محمد بن راشد بتحس له دائما ما عنده غير الشباب الشباب والمشاريع الجديدة تحفيز على العمل نعم يعني إذن البحث نحو التطور ولذلك الحمد لله منشوف أنه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أين وصلت ولو عدد وحطينا عدد السنين ومنشوف وين وصلت هذه الدولة مقابلة بميزان آخر مع دول أخرى بميزان آخر بلاحظ أن الميزان فرق كبير جدا جدا وهذا الدعم يأتي منين أولا من الراحة النفسية من الأمور التسهيلات التي تقدمها الدولة للناس للشباب للمشاريع بالإضافة أنه في البلد نفسه تعطيك حافظ للإنتاج حافظ العطاء حافظ على الأقل يعني لما بحس أنني عايش في بلد أنا متساوي مع الجميع حقوقي بأخذها مثلي مثل أي إنسان في البلد ما علي أقدمه وما لي أأخذه فبيكون الحياة طبيعية وسهلة الحمد موسيقى رجال الأعمال كما تعلم سيد عماد هم رجال الفرصة هكذا يوصفون دائما لا يسمحون لأي فرصة أن تمر من أمامهم دون أن يستغلونها من أجل نجاح عملهم دعنا نتحدث عن افتتاح شركة رؤية للإعلان والدعاي كيف كانت بدايتها طبعا لكل إنسان في فرص تجيب حياته بس لابد الإنسان أن يبحث عن الفرصة يعني أنا أنتظر أن الفرصة تجيني أنا هذا يعني ممكن بيقاموسي شوي مختلف أنا أبحث دائما يعني أنذهب إلى الفرصة وليس أنتظر من تأتيلي الفرصة هذا بصراحة ولكن الفرص كثيرة الفرصة التي سنحط لي هون كنا جالسي في مكان طبعا عندي زميلة فنانة زميلتنا هي وأخت فاضي لمواطنة وقالت لي هتعمل إيش قلت لها أنا هفتح مرسم لأن أنا حلمي وطموحي وممكن بوجه هالكلام لحكومتنا الرشيدة أنه أنا أتمنى أن خبرتي تلاتين سنة في الفن أنه أنا أقدر هذا الجيل الجديد لأنه لدينا خبرات لدينا أشياء كثيرة جدا يعني أنا كان لو تسأليني لأب الرؤية للدعاية والإعلان ما تحلم ما تحلم أنت تفتح كذلك مركز لتعليم الفنون الفنون بالضبط يعني كان هذا الهدف الأول هو مركز تعليم الفنون أكثر ما أني يكون رؤية الدعاية والإعلان ولكن طبعا إن كان في العراقيل المادية في العراقيل الأخرى هذه أمور إن شاء الله يعني ما هي كثيرة والحمد لله هو نفس الشيء أنا بمارس عملي من ناحية الفنون من خلال هذا المكان فالفرصة كانت أنه لأول ما انطرح الموضوع أنه سيد عمد تفنان وكل الناس بالدنياك حتى المدرسات والمعلمات تعطيهم دورات ولكذا فأنت مو مجرد أنت رحك شو تسوي كنت خلاص شو الفرصة قال أنا بعمل الرخصة والرخصة بإسمك وإفتح أنت وأبدأ فكانت فرصة بالنسبة لي ما توانيت أبدا مباشرة بديت في المشروع والحمد لله سلحتنا فرصة والعبور طيبة سيد عمد بشخصيتكم المتميزة والقوية والحاسمة والعمل بشراكة مع أشخاص تثقون بهم من هم جنود الخفاء الذين ساهموا في نجاح عملكم؟ دائما الجنود بيعمل بالخفاء كثر منهم بس أنا أحب دائما أن أبحث عن الجزور ببحث عنهم يعني يعني زميل اللي ترك المدرسة أبحث عنهم فنان في مكاني معين بحضور معرض معين أنا دائما أطرق الأبواب مباشرة ما بعد أن أشوف أنه والله لا يجيني نعمة بأث أطرق الأبواب والحمد لله أنا يقال أنا موفق في عملي يعني ممكن رضاء الله وحبي للعمل نفسه تمام فأنا لا أحب الإنفرادية أبدا العمل الجماعي أنا أحب العمل الجماعي أحب أنه الفن أحب أن تشارك يعني أنا إذا حدثني لحالي ينكي الأفكار عندي وأنا بنفس كل شي بس بحاجة إلى يد بحاجة إلى إحساس بحاجة إلى يعني شون ديقلك لنظرة من صديق إلي لنظرة من تشجيع المعنوي أحب التشجيع المعنوي جدا 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 يعني عندي أنا أقيم شيء في حياتي العاطفة كون أنه عملي بالفنون العاطفة وال شون ديقلك العطاء والاتسامة ما بيهمني كثير الموضوع المادي أبدا فهذا السببب ترجمة نانسي قنقر وضع القطط والاستراتيجيات الواضحة أوصلك لتحقيق أهدافك بشكل متقن وزمني محدد كيف وصلتم إلى هذا النجاح المتميز في عملكم من خلال مؤسستكم رؤية هو الأكثر شيء في هذا الموضوع هي العلاقات الطيبة مع الناس يعني أنا بمجال عملي فترة طويلة كان إلي علاقات كثيرة جدا هذه العلاقات يعني مباشرة أو من خلال السوشيال ميديا أو من خلال يعني المعارف والصيرة الطيبة للناس تعرفين فعمل التأثير الكبير أنه في ناس يقول لك أنا يمكن بفتح مشروع أنتظر سنة ولا سنتين ولا ثلاثة إلا بينما أنا أكون الزبون يسموه أو الـ أنا أنا بالنسبة لذا الموضوع ما كان لأنه أساسا هم موجودين يعني القاعدة التي أنا بنيت عليها أساسا قاعدة موجودة فعلا فكان هم سعيدين أكثر مني بفتاح المكان بفتاح رؤية للدعوة والإعلان أكثر مني لأنه أنا قبل أشتغل في المسرح أنا تابعت من خلال رؤية الإعلان أنه وسعت في المسرح وسعت في العمل الفني وسعت في الديكورات لأنه أنا من الناس يمكن وقفنا أنا والزملائي يعني والأستاذة اللي معايت دائما أن نحن نبحث عن شيء لا يستطيع أي إنسان يعمله ليس بالتفرد في العمل الفني يعني البصمة أنا لازم أضع بصمتي وذلك لما دائما حتى عمالي يزعلوا مني أنه أنت كثير عصبي أحيانا يا جمعنا ليس عصبي أنا بحب لما يقال أن رؤية للدعاية والإعلان أي عمل يقدم أولا وأخيرا ليس الهدف منه مادي الهدف منه أنه صاحب العمل بيكفي ابتسامة بيقول شكرا أعتبر أنه هذه الشهادة اللي إلي والأجر اللي بأخدها من هو مثلك الأعلى في الحياة وإلى ماذا تتطلع سيد عمال مثلي الأعلى قديما كان والدي الله يرحم لأنه كان فرنان تشكيلي وكافح كثير وحاليا وبكل صراحة مثلي الأعلى يمكن أنه هو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد نعم لأنه يعني أنا دائما عندما أسمع الحمد الراشد الحمد لله له من العمر كبير دائما يبحث يعني عن الأول يبحث يعطيك دافعية كبيرة للعمل فهذا يعتبر يعني مثل مش سهل أبدا يعني أفتي كيف أستاذة نعم أنه لما أنا أبحث على الأول صح أنا أمكن أن لا أصعد للأول ولكن أبحث على الأول لأنه الوصول للقمة سهل جدا ولكن الحفاظ على القمة هو الصعب نعم فعندما أصل قمة معينة ربما أرتاح قليلا ليس لأعود إلى الأسفل بل لأصعد قمة أخرى وإن لم تكن القمة سأبنيها أنا وأصعد عليها موسيقى من خلال القدرة على اتخاذ القرار والإصرار والمثابرة نحو بلوغ الهدف نتمنى منك بضع الكلمات المحفزة ونصائح إيجابية للشباب المقبلين على العمل هو النصيحة أستاذة نصائح كما يقال يعني بسيطة جدا نعم أن لا أقف مكتوف اليدين عند أول حفرة قد أقع فيها كلما وقعت كلما ذادني الأمر قوة ما في إنسان يعني أنا دائما أبدأ بنظر إلى النملة الصغيرة عندما مثلا واخدم معها طعام تطلع بتوصل متر تقع ترجع تطلع مرة ثانية إلى أن تصل فاليأس وكلمة أنا لا أقدر أتمنى أن نشيل مقاموسنا لأننا فعلا نقدر وسنقدر إن شاء الله بالجهد بس التفرد والعمل المفرد بهذا الموضوع يزي ابحث عن شريك ابحث عن يد أخرى ضعها في يدك عشرات الأيدي لابد كلما اجتمعنا أكثر عمل جماعي كلما مسكنا أكثر عمل جماعي سنصل إن شاء الله وكن أنت الرائد كون أنت القائد مو مشكلة لا يوجد إنسان يعمل مشروع إلا حاله تمام يعني كون أنت القائد خذ القيادة وخذ الريادة ولكن لا تنسى أن الطاولة لا تقف على قدم واحدة هذه الدولة المعطاءة دولة الأمن والأمان دولة السعادة دولة خلق فرص العمل لجميع رياد الأعمال وتحقيق الطموحات والنجاحات أيضا للشباب وشابات الوطن بظل قيادتها الرشيدة من حكام وقادة وشيوخ تستحق سيد عماد رسالة شكر وامتنان وتقدير لها يمكن بكل فخر أقول لك أنه أنا شهادتي مجروحة في هذا البلد لأنني أعتبر نفسي أولا أنا أبن هذا الوطن لأنه عشت هنا يمكن وعاش أولادي أولادي كلهم من موليد الإمارات والحمد لله انتماءنا لهذا البلد وسأقول الشيء يوم من الأيام يمكن الأستاذة المعاين المهندسة نهال تضحك كنت في مكان ما أعتقد أن تكفي من عشر سنوات فقالت لي مسؤولة المكان أستاذ عماد هل ستبقى في دولة الإمارات أم ستسافر فقلت له بحرف الواحد قلت له كل ما قلبي كل ما عقلي بإني بكفي قلبي بإني لسه شكرا سيد عماد إحساس عال وذوق رفيع مشاركات عديدة وطموحات آمال وجميعها تحقق إلى أن وصلت إلى النجاح شكرا لك شكرا على هذا اللقاء الرائع أهلا وسهلا فيكم وأنا جدا جدا سعيد وفخور أنه بوجودكم معنا وبينقل هالمشاريع الصغيرة إن شاء الله بتكبر في ظلها الدولة هاي المعطاءة وإن شاء الله نلتقي في مكان آخر وبيكون العمل أكثر وإن شاء الله قريبا رح يكون هناك في معرض فني خاص إلي والأستاذ اللي معاي ورح ندعيكم إن شاء الله لحضور هذا المعرض وحيكون معرض فني إن شاء الله في رعاية وزارة الثقافة إن شاء الله رب العالم السلام عليكم رحمة الله وبركاته أنا المهندسة نها الربيع السعدني معلمة فنون بصرية وفنانة تشكيلية اشتغلت في وزارة التربية والتعليم 13 سنة هنا في الإمارات وقبلهم 7 سنين في مصر بعد ما سبنا الوزارة كنت من خلال برنامج رواقع الفنون اللي في وزارة التربية والتعليم اللي بترع فيه طلاب اللي هو الموهوبين اتعرفت على الأستاذ عماد صاحب مكتب أو شركة رؤية للدعية والإعلان هو أستاذ عماد فتح المكتب وأنا جيت اشتغلت معاه مسؤولة عن الدكور والتصاميم الداخلية لأي شيء بيكون خاص بالعمارة في وقت الفراغ بتاعنا يعني حولنا جزء من المكتب اللي هو للمرسم الخاص بتاعنا أنا بصراحة من وقت ما اشتغلت معاه موهبتي الفنية أطلقت العنان أطلقت العنان قدرت أتعلم منه مسج الألوان قدرت أتعلم منه رسم الطبيعة أنا كان كل شغلي كله كان خاص بالعمارة بس والإنتريال ديزاين من خلال فرشته وألوانه قدرت أكتسب منه بعض المهارات اللي كانت بتسقلني كفنون جميلة بتديني بعض وده عبارة عن نموذج من اللوحات الخبرات اللي أنا استفدتها منه أنا كانت معظم لوحاتي قبل كانت عبارة خاصة بالعمارة والمباني المعمارية والإنتريال ديزاين إنما تطرقت وخرجت خارج الصندوق وبتديت أرسم الطبيعة بجمالها بألوانها بتفاصيلها وده نموذج من التدرج اللوني والرسومات عن الطبيعة اللي خبرتي استفدتها منه ده نموذج تاني من لوحاتي كان دايما أنا في رسوماتي باهتم بالمباني أو بالعمارة أو أي شيء خاص بالعمارة ده كان عبارة عن بيت وكنت بستخدم فيه الظل والنور عن طريق المنظور للمبناء أو للباب وبظهر فيه بعض التفاصيل تطرقت منه للوحة تانية برضو عن الطبيعة وكان في الأساس كل رسوماتي كان عبارة عن مباني معمرية طريق بحر كده بس حاولت من خلال شغلي معاه إن أنا قادم كل لوحاتي عن الطبيعة أنا كتير سعيدة إن أنا بشتغل وبقضي وقت فراغي دايما يعني في مرسم في حاجة أنا بحبها كتير موهبتي اتطورت وكتير حسيت إن أنا اتطورت من وقت ما اشتغلت معاه وحاليا أنا بشتغل مسؤول عن قسم العمارة والديكور وفي نفس الوقت بيكون عندي وقت فراغ بقضي وقتي كله في الرسم وحياتي كلها في الشغل والعمل درقة إن الواحد مش بيحس بالوقت من قطر ما بيشتغل الحاجة اللي بيحبه مشاهدين لقد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا في حلقات جديدة وقصص نجاح جديدة إلى اللقاء دبي تحطي كمان بظل الغيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كلها في هالبلد فأنا بالفعل فخور بنفسي وبفخور بها الدولة الطيبة لبناني أنا شخصيا ابن مصر قياما على البلد ليل مع نهار تركيزا ما كنا وصلنا للي وصلنا أنا والله عمري من عمري خمسة سنين وأنا تحت البوش وهذا يعني لماله ماضي الله يرحم بوي زايد مالح هذا فاليوم لكل عايش سواء موافدة ومواطن نحمد الله سبحانه وتعالى أنه نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين حشيرتك وبين الجن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة